انا بدي 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 بلش واشكر مؤسسة كونراد اديناور على مشاركتها لجهاز العلاقات الخارجية بالقوات اللبنانية بتحضير هالمؤتمر من كل قلبي بدي رحم بكل شخص موجود بيناتنا اليوم بتكن تسمحولي انه خص بالترحيب سيدنا المتران حداد والاباء الاجلاء اللي عم بشيركونا هالمؤتمر بدي خص كمان بالترحيب مادام ايكورست والجسم الدبلوماسي كله سوا بدي خص رفاقنا باربطاش عدار مروان احميدي احمد فتفت سيرج تورساركيسيو بس بالاخص بدي اتوقف عند واشكر بشكل كبير زوارنا يلي اجوا من بعيد اجوا من بعيد بالجغرافيا باس بالاخص المرت بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي والنيب فرانك هينريش قبل ما اتطرق لتلات نقاط انا عندي تلات نقاط بدي اترحهم بالموضوع اللي عم نبحثوه بس قبل ما اتطرق لهم بدي احكي نتفي صغيري عن المؤتمرات المسيحية او المؤتمرات يلي عقدت مؤخرا تحت شعار الوجود المسيحي في الشرق لانه فرخت هالمؤتمرات من حيث لا ندري بشكل عجيب غريب باخر ستشور او باخر سنة او اخر سنتين بين سنة 1975 وال2005 كنا الواحدين مع احزاب الجبهة اللبنانية الاخرين يلي عم بيطرحوا الموضوع السياسي عم بيطرحوا موضوع الوجود المسيحي والحضور المسيحي في الشرق وصراحة كنا عم نطرحه مش من عباسة كنا عم نطرحه لانه الوجود المسيحي كان مستهدف بين سنة 1975 وال2005 الحضور السياسي المسيحي في لبنان كان مطوق كان معزول كان تحت الهجوم الدائم مش نهي اكترحنا الموضوع بين سنة 1990 وال2005 مثلا الحزب الوحيد يلي سلطة الويصاية حلته بلبنان كان الحزب المسيحي الفعلي حزب القوات اللبنانية ما حلت احزاب اخرى مش نهي كنا نطرح الموضوع كان نطرح مسألة الوجود المسيحي في لبنان والشرق انطلاقا من الواقعات اللي كانت عم بتصير بتذكر بهاك الوقت كل ما طرحنا الموضوع بها الشكل كانوا يقوموا بالاخص السياسيين الشخصيات السياسية المسيحية حلفاء نظام الأسد يقوموا ويهاجمونا بشكل عنيف على اساس انه نحن طائفيين ومنطرح المواضيع بشكل ديء الى ان من سن الى هلأ لأيناهم هن من اكثر المتحمسين لعقد المؤتمرات لطرح موضوع الوجود والحضور السياسي والديموغرافي المسيحي في لبنان والشرق انا بتأسف كتير انه حتى موضوع بهالاهمية وبهالدقة وبهالعمق يكونوا ادخلوا بسياء السياسيات الديقة وما بيخفى على كتار من الموجودين حول هالطاولات اليوم ما بيخفى على انه الهدف من ورا طرح الموضوع من قبل هالشخصيات المعروفة الهوى والانتماء الهدف واضح جدا هو محاولة اظهار نظام الاسد وكأنه هو النظام الحامل للاخليات وتحديدا للمسيحيين في الشرق في محاولة يائسة لمحاولة تطويل بقاءه في سوريا من بعد هالمقدمة راح انت قلت احكي بثلاث نقاط اللي بدي احكي فيها اول نقطة الى علاقة بطبيعة الصراع بسوريا طبعا نحن مؤتمرنا اليوم مش تيبحث بطبيعة الصراع بسوريا بس هايدي بتكون مدخل لطرح موضوع الوجود والحضور المسيحي في سوريا ولبنان والشرق الصراع بسوريا من وقت لآخر منشوف بعض السياسيين بعض السياسيين بيقفوا بيعملوا دراما كتير كبيرة لانه مثلا قتل شخص هون دراما بيعملوا من زاوية مسيحية طبعا بالوقت يلي هالفئات او هالتيارات او هالأشخاص مش افنهم يعني ولا مرة من المرات عم بيطرحوا هالمواضيع بها الشكل بيخد مثل بقصة معلولة معلولة هي قرية مسيحية تاريخية في سوريا بالأين فئات او شخصيات لبنانية مسيحية بتقوم كل مرة وقت اللي بيصير شي على معلولة وطبعا كنا سوا معنيين بمعلولة هذا الموضوع ليس للموزيدة بيقفوا بيعملوا دراما كتير كبيرة في محاولة لتصوير الصراع في سوريا وكأنه صراع على المسيحيين طبعا هذا تزوير للتاريخ الصراع بسوريا تنتذكر صار له هلأ تقريبا ثلاث سنين بلش مع الطفل الحمزي الخطيب بيدرعا بلش مع سكين درعا مع أطفال درعا وتطور فيما بعد للأسف كبريات المدن السورية دمرت كلها سوا يعني من أريف دمشق لحمص لحمى لحلب لدرعا تقريبا كل المدن السورية دمرت دمرت بشكل كتير كبير لحد هلأ للأسف صار فيه شمية وخمسين ألف أتيل هؤلوا معروفين أنا بتقديري ممكن يوصل للأسف على الضحايا لمتين ألف أتيل وفي مهجرين وتشريد وخسائر وبنى تحتية مهدمة يعني بالحجم يلي كلنا سوا عم نشوفه كلهم سوا هؤلاء بعد من يطرحون موضوع المسيحيين في سوريا ما بيشوفون بيشوفوا على أنه لايك لايك شو عم بصير بمعلولة طبعا في محاولة يائسة في محاولة يائسة اللي عم بصير بمعلولة هي أخوين مثل يلي صار بحمص مش بصار بمعلولة بس واللي صار بحمص مثل يلي صار بحلب يلي هي مدينة فيها أصلا مليونين ونص إنسان ويلي صار بحلب مثل يلي صار بدرعا للأسف البعض بيروحوا على الموضوع من هالزاوية هايدي تيجربوا يصوروا بصراع بسوريا وكأنه صراع على المسيحيين بالوقت يلي مش هيدا مش هيدا حقيقة الوضع أنا بتأسف إنه بعض كبار رجال الدين كتير بتأسف إنه هني يسهموا بحملات مثل هالحملات هايدي يلي تسيق جدا جدا إلى المسيحيين يعني بيصوروا حالهم عم بيغالوا في سبيل مصلحة المسيحيين بالوقت يلي هني عم بيستعملوا المسيحيين كورقة في محاولة لإبقاء نظام الأسد هلا بها سياء بدي أقول بسياء الصراع بالأزمة السورية إنه إحنا ما فينا نفرق بس يموت واحد مسيحي بسوريا منعلي الصوت ومنقيم الدين منقعدها وإذا مات عشر تلاف حدا تاني منسكت ما منقول شي وكأنه ما صار شي يعني هالطرح بها الزاوية من قدر ما يمكن بالمسيحيين وأنا سؤالي البسيط عطول وين المسيح بهالطرح مش بوجود على الإطلاق مش هيك مش هذا هو المسيح من جهة تاني وقت بيكون الصراع مثل ما هو بسوريا بالوقت الحاضر يعني الصراع بين مجموعة شعبية كتير كبيرة عم بتناضل وطبعا كل إعلانات المبادئ وتصاريح المجلس الوطني السوري بالبداية والاقتلاف الوطني السوري بالوقت الحاضر واضحة جدا عم بتطالبوا بدولة مدنية ديمقراطية تعددية في سوريا وقد بيكون هايك مطلبهم مقبيل نظام نحن أكتر الناس يلي منعرف تحديدا شو طبيعته ما فينا إلا ما نكون مع السورة السورية طبعا السورة السورية بالوقت الحاضر عم بصير فيها فوضى من هون وفوضى من هون هذا لا يمنع على أنه جوهره وطبيعته هي ثورة ديمقراطية في سبيل دولة مدنية في سوريا نحن كمسيحيين إذا أمينين بالحد الأدنى للمبادئ الإنسانية الكبرى التي خرجت من الفكر المسيحي على مر التاريخ ما فينا إلا ما نكون مع السورة السورية النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث فيها هي إلى علاقة ببعض الطروحات التي أعتبرها معطورة صراحة تتعلق بالمسيحيين نحن يا إخوان بهذا الشرق منا جاليات أجنبية ومنا بقايا صليبيين نحن بهذا الشرق أصلا من صلب النسيج الاجتماعي بهذا الشرق بس المهم نحن نتصرف على الأساس وبالتالي نحن كخلاصة أولى نحن ما بدنا حماية من حدا اللي بده حماية إذا فيه شيء أجنبي شيء مطرح أو شيء غريب بده حماية بس نحن ولا بدنا حماية ولا منطلب حماية بس اللي لازم نعمله بالمقابل لازم نتصرف كأبناء حقيقيين لمجتمعات الشرق الأوسط من ناحية حمل قضاياها والشعور بشعورها والتألم معه وتكوين رأس حربي في سبيل نهضة هالمجتمعات وأخذها من المكان اللي هي فيه إلى مكان إلى مكان آخر خصوصا بمرحلة مثل اللي عم نمرق فيها اليوم شئنا أم أبينا كنا مع الرعبية العربي ولا ما كنا معه فيه أحداث كبيرة عم تصير بالشرق الأوسط هالأحداث الكبيرة كنية عن تغيير تاريخي ما أنه تغيير السياسة اللي عم بصير باتجاه مزيد من الحرية والديمقراطية مثل كل الثورات كل الثورة بدو يصير فيها فوضى كتير بدو يصير فيها للأسف دماء ودموع كتير أبما توصل إلى إلى مقالة الأخير نتذكر الثورة الفرنسية ضلت مئة سنة الثورة الفرنسية مئة سنة ومئات الألاف وملايين من القتلى توصلت بنهاية المطاف للدولة الفرنسية المعاصرة نحن اليوم ببداية الربيع العربي نحن كمسيحيين إذا بدنا نكون أمينين لحالنا ونظل موجودين بها الشرق بدنا نظل موجودين بمجتمعات الشرق بدنا نحس مع أهل الشرق وبالتالي بدنا نتبنى قضية ونكون رأس حربي فيها إذا مظبوط نعتبر حالنا كمسيحيين من هالمنطلق كتير مهم أنه نتبنى مبادئ الربيع العربي بغض النظر عن التحوير بالمسار يلي صار هون ولا هونيكي بغض النظر عن طفيليات يلي طرأت على الربيع العربي وعلى السورات العربية ونكون نحن رأس حربي فيها تنكون مظبوط أبناء هالمجتمع وبالتالي ما نكون بحاجة لا لحمية ولا لا ضمانات من أهل نقطة الثالثة والأخيرة بدأتطرق لها إلى علاقة بما يسمى أو ما يطرح عن حلف الأقليات في سيق طرح موضوع الوجود المسيحي بين لبنان والشرق أنا هتطرح صراحة ما عم بقدر استوعب لسبب بسيط واحد بيطرح طرح الأقليات إذا الصراع اللي عم بدور بالشرق هلأ هو الصراع الأكثريات ضد الأقليات بس هو مش هيك يعني مثل ما شايفين مثلا الصراع تناخذ على سبيل المثال للحصر الصراعي اللي دار بمصر داخلكم كان بين الأكثريات والأقليات ولا كان بين المعتدلين والآخرين الصراع لليوم دائر بتونس بين من ومين يلي دائر حتى بليبيا بين من ومين واللي عم بدور بسوريا بين من ومين ويلي حتى دائر بالعراق بين من ومين الصراع بالشرق بالوقت الحاضر مش فيه أكثرية مسلمة هجمة بده تقضي على أقلية مسيحية بها الحالة هذه كان بصح أن الواحد يفكر أو يطرح صراع الأقليات حلف الأقليات بس مش هيدا الموضوع المطروح بالشرق وساعتها كان مبرر وساعتها كان بيكون شرعي اللي عم بصير بالشرق هلأ أنه عملية تطويرية نحو الأمام نحن أول من لازم يكون فيها حلف الأقليات برجعنا إذا بدكم للقرون يمكن 16 أو 17 أو 18 بس أكيد ما بحطنا بالأرن للعشرين ولا الواحدة وعشرين وبكيفة الأحوال أفضل شيء نقدر نميز بموقف معين إذا صحيح ولا لا خلينا نشوف بالزبط حلف الأقليات ماذا يعني شو يعني عمليا بعيدا عن التنظير وبعيدا عن الطروحات الكبرى يعني حلف الأقليات يعني في الوقت الحاضر أن يتحالف المسيحيون في لبنان والشرق مع مين؟ مع نظام الأسد؟ مع جمهورية الإسلامية بإيران؟ تبدأ لكم إذا تحالفوا المسيحيين مع نظام الأسد والجمهورية الإسلامية بإيران يتحالفوا معهم؟ يعملوا شو؟ نحن نعمل شو بنا نتحالف معهم؟ هاي رسالتنا؟ شو رسالة الأنظمة هذه؟ شو ما بدأ العامة؟ شو مرامية؟ شو مشاريع السياسية؟ وبالتالي هالطرح قاتل للمسيحيين؟ هالطرح مدمر للمسيحيين؟ أين المسيح في تحالفنا مع النظام السوري؟ قبل هالمرحلة في البعض يطرحوا كأنه النظام السوري صار له سنتين موجود بسوريا صار له أربعين سنة موجود بسوريا اللي يطرحوا حلف الأقليات يتذكرون أنه نظام الأسد اللي درب المسيحيين بشكل كتير قاسي ما حدا دربه مثله قبل هو النظام السوري نتذكر أصف الأشرفية وزحلة وعين رمانة وجرود كسروان وبلة وإناد وغيرها من مناطق اللبنانية هذا النظام هو ذاته اللي دربها تحالف الأقليات أنه على أي أساس أين نحن وكل مبدئنا السامية ولشو تنعيش بها شرق إذا كنا ندعم نظام قائم كله سوى على القمع والإضطهات في حيالة يوم قبل السورة السورية إذا واحد مننا بروح على سوريا بحيالة يوم نقو اليوم البدكنية من الجمعة نقو الجمعة البدكنية من الشهر نقو الشهر البدكنية من السنة بدك تلاقي بعشرات الألف المعتقلين لأسباب سياسية بالسجون السورية يعذبون يضطهدون يعتقلون ما في حرية رأي ما في حرية حتى ملكية بالمعنى الفعلي للكلمة إلا لجماعة النظام بحد ذاته والتالي اللي عم بيحكي بحلف الأقليات أنه هذا الحلف نعمل شو نحن من وراء إذا البعض صارت إذا البعض أقصى طموح صار على أنه نقدر نظل مستمرين ككائنات هكي صغيرة بحماية ديكتاتوريات كبيرة نحن مش هذا طموحنا أبدا مش هيد المسيحية اللي نعرفها بالخلاصة أنا كل يوم بيمروا علي ناس بيسألوني صراحة إن كان لبنانيين من بره بيسألوني 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 شو ما صيرنا نحن كمسيحيين بها الشارع بلبنان وبالشرق أنا بكل بساطة أقول لكم مصيرنا هو المنعمل ونحن بإيدنا إذا تصرفنا هكي كناس مش موجودين ورحنا على الحلول الهيني بس ياللي مانا صحيحة وجربنا نحتمي بيزل ديكتاتوريات من هوني أو بعض منافع من هونيكي أكيد مصيرنا زوال أما إذا أخذنا مصيرنا بإيدنا وضلينا أمنين لرسالتنا ولوجودنا بها الشرق ضلينا أمنين لمسيحنا وكنا مسعدين ندفع التمن لهذه الأمانة فأكيد مصيرنا البقاء وتطور ثم تطور وتطور أما فيما يتعلق بنا نحن كقوات لبنانية فلقد أخذنا خيارنا خيارنا منذ أزمان طويلة خيارنا هو خيار البطارك يوحن مارون والبطارك المقاومون عبر التاريخ في هذا الشرق الذين كانوا يفضلون الموت مائة مرة في اليوم على العيش أذلاء والذين علمونا أن نعيش أحرار وأصحاب رسالة وكلمة حرة ولو في جهنم على أن نعيش أذلاء مستعبدين ولو في السماء وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر